يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَأُلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُوا وَجُوهُمْ وَتَسْوَدُوا وَجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عفيف محمد تاج أحمد لست شيخ عفيف بل عفيف محمد تاج طالب مثلكم لكن الإعلام يكبر الأشخاص ويصغر الشيوخ في ناس ينتقدون الشيوخ الإعلام ويصبح الشيخ صغيرا والصغير يصبح كبيرا وأنا عفيف محمد تاج طالب من دولة فيوبيا لكن معروف لدى معظم الناس كسوداني لأنني أدرس في السودان ومعظم الطلاوات أنا ألبس جلابية سودانية كما أنا اليوم لابس نجيري أيها في كل دولة أذهب سألبس ملابسهم احتراما لهم وأنا سعيد جدا بوجودي معكم في بيت من بيوت الله وأيضا في مكان يعرف في الولاية يعرف بولاية القرآن وولاية القفاض أليس كذلك؟ نعم وأنا دولة نيجيريا كانت من الدول التي أتمنى أن أزورها لأنني كنت أسمع لمقاطع من التلاوات القرآنية وكان يعجبني أن أسمع لهذه التلاوات وأحيانا يلقاني أو ألاقي بعض المقاطع لشيوخ نيجيريين يعني أنتم ناجرين في كلامكم شوية يعني في شدة لا أفهم لكن سأسمع إلى النهاية وأشعر بالحماسة يعني لا أعرف لكن قدر الله لم أفكر أن الزيارة ستكون بهذه السرعة بمشاعة الله تقابلت وتواصل معي أخونا مهدي لا أعرف أين ذهب كان موجود هنا وهو الذي يعني راسلني عبر البرقصاب وتكلمنا وهو الذي دفع هكذا التذكرة وكل شيء وهو الذي طلب زيارة إلى نيجيريا فقبلت الطلبة مباشرة والحمد لله لأن أهل ناجيريا هم من الأكثر الذين يستمعون لتلاوتي وما وجدت طريقة أشكره بهم إلا عندما كنت في السودان كان انتشر مقطع صغير تكلمت فيه بالغة هوسة كنت قد سجلت ذاك الفيديو لكي أشكر الناجريين يعني رسائلي كثيرة لا أستطيع أن أرد واحدا واحدا فجمعت كل كل كلامي في فيديو فرسلت هذا الفيديو لبعض الإخوة لكي يشروه ليصل إلى إخوتي في ناجيريا حتى يكون يعني كمبادلة يعني لحبهم هم يحبون أنتم تحبونني لأنني تلوت القرآن ليس لأنني دائما أقول هذا ليس لأنني رجل أعمال كبير أو رئيس في الدولة ليس لهذا بس للقرآن هذا يدل على أنكم يعني تحبون القرآن وتحبون أهل القرآن ربنا يجزيكم كل خير ويرفع قدركم في الدارين بارك الله فيكم ويجزاكم الله كل خير شكرا جزينا الحمد لله بارك الله فيك كما قلت أن تبيعة النجريين إذا تحدثوا يشددون كلمات هكذا حتى بعضهم أشد من بعد بارك الله فيك جزاكم الله وخيرا كما نعم قلت هذا نعم من جانب جيد صحيح هذا معروف يبعث الهم معروف هذا صحيح صحيح بارك الله فيك جزاكم الله طيب لأن أهل بارنو هم أهل القرآن معروفون في قرب الفرقية وفي فرقية وقفلها هم منذ قديم الزمان حوالي أكثر من علف سنة هم يكرؤون القرآن معروفون بتلاوة القرآن الحمد لله كما ذكرت حكذا وهذا يدل على أنهم يهبون القرآن ويحترمونك ليهبونك لأنك من أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أكاد حبيبنا مصفى صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وأن يجعلنا يعني وأن يجعل القرآن شفيع لنا يوم القيامة الحمد لله بارك الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا الحمد لله جزيلا جزيلا هم يعدنا شكرا جزيلا هم يعدنا صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا وقت احبد كما ساوه صلى الله عليه وسلم من مأكد أحبد خلال